تحت عنوان معا لمكافحة تبذير الخبز وتحت رعاية وزارة التجارة بدأت الحملة التحسيسية الوطنية للتوعية بأضرار تبذير الخبز على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن على حد سواء فرق مختصة التي تتنقل يوميا بالتنسيق طبيعة الحال مع وزارة التعليم لنقوم بحملة تحسيسية على مستوى المؤسسات التعليمية هذه الحملة الهدف تحاوى التقليد من استهلاك مادة الخبز وارتأت مديرية التجارة أن يكون العنوان معا لمكافحة تبذير الخبز لما لديه هذا الخبز لديه أهمية كبرى ويكلف الدولة الجزائرية مقلوس خسرة وإنما أموال بالعملة الصعبة الحملة التي ستكون على مستوى 48 ولاية وتستمر لمدة سنة كاملة اختارت الساحات والقاعات العمومية أو المؤسسات التعليمية مكانا لتمارس فيه دورها التوعوي بأهمية الحفاظ على الخبز والذي يكلف الدولة مبالغ معتبرة بالعملة الصعبة حملة تحسيسية على مستوى المدارس الابتدائية للدراريا والتي كان موضوعها مكافحة ظاهرة تبذير الخبز هذه الظاهرة اللي هو عبارة عن سلوك سيء وتصالف غير عقلاني حيث من غير المعقول ما زالنا نلقاو الخبز في القمامات نلاحظ أن هناك تجاوبا كبيرا في هذه الحملة التي أعدتها وزارة التجارة والتي وضعت لها خريطة طريق طيلة السنة هذه السنة للحد من هذه الظاهرة ويؤكد العياش الظهر أن المواطن الجزائري بات يتمتع بوعيا كاف يمكنه من ترشيد استهلاكه لهذه المادة وغيرها وحسب المتحدث فإن توفير حاويات خاصة للفائض من المواد الغذائية يقع على عاتق البلدية